موسيقى عائلة سعودية صنعت من القديم المتهالك حديثا متألقة يبرق لما عانو جديده بعطر الماضي الجميل وبلمسات الإبداع هذه العائلة جمعت واقتنة القطع القديمة المتهالكة وجعلت منها قطعا حديثة بأشكال وبريق جميل ناخذ القطع القديمة من العوائل في السعودية المهملة والعتيقة ونعمل منهم قطع مختلفة للبيت الجديد الحديث فنعمل من البيبان النجدية طولات نعمل من السدو القديم كراسي وجلسات ونعمل من قطع الفضة المكسورة أشياء زي ساعات الفداية كانت مع الأبي والأم في التسعينات الميلادية ومع مرور الوقت دخلت هذه الفتاة لتكون من ضمن سلسلة الإبداع المتوارث وجمعت فريق عمل يتقن هذا الإبداع ويحول المعدوم لشيء جديد ملفت للأنظار هذه أعمال فنية للفنان منير الحاجي هو يعيد تدوير الأشياء فأستخدم الرول تبع الأجمشة بدل الكانبس الفكرة وحدها لا تكفي فالتنفيذ والطريقة الخاصة هي من يكون الحكم الأخير في نظر الجميع هذا فنان السعودي يعمل من قطع الخشب التي تلاقيها على البحر على الشط يعمل منها قطع للبيت فهذا تستخدم كمبخرة أو كشي تنحط فيه شكولاتة أو تمر بس بالأساس هو قطعة من الخشب عمل منها هذا الشكل القصص والنجاحات كثيرة في الأسبوع السعودي للتصميم فلا تكاد تمر بمصمم أو مصممة حتى تستوقفك الأعمال الجميلة التي يقدمونها اجتمع المبدعون والمبدعات في معرض الأسبوع السعودي للتصميم فشكلوا لوحة جمالية جذبت الكثير من الزوار لهذا المعرض لأخباري الآن عبدالله القرني الريع يضع أسبوع جيتكس للتقنية الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في المنطقة فهذه السيارة الذاتية القيادة صديقة للبيئة ومتعددة الخدمات هذا ما جعلها تحظى باهتمام كبير وسط الحاضرين سيارة ترين سبيد الموجودة في معرض جيتكس لهذه السنة سيارة مستقبلية تعطي تصور مستقبلي لموضوع سيارة صديقة للبيئة متعددة للاستخدامات تصور مستقبلي لوسيلة التنقل في المستقبل وخاصية تعدد الاستخدامات تجي في جزئيات كثيرة مثل ما تشوف الآن السيارة في وضعها الحالي سيارة معمولة لنقل الركاب ولكن التصور المستقبلي للسيارة هذه بطريقة معينة لنقل أيضا البضائع في المستقبل فيعني هي تصور مستقبلي وشركة السبيد العبدور كبير في موضوع توفير الخدمات التكنولوجية المساعدة لهذه السيارة يحظى معرض جيتكس بشهرة كبيرة وهذا راجع للتنوع الكبير في المعروضات وحجم الابتكارات فمثلا هل شاهدتم من قبل روبوت يغني ويعزف على البيانو تيو ترونيكو طبعا يقوم بذلك الروبوت كتير حلو هو بصراحة صناعة بسيطة ما بيعتمد على الذكاء الصناعي لا هو كونترولر الفايل ميوزيك فايل هو التايم تبعه ميدي ميدي فايل عندنا صوفت وير خاص فيه بتحول الفايل للسي بيو بالروبوت فيه كونترولرز والسي بيو وهي السي بيو بتنقل سيجنالز للفينجرز مثل ما شايف عنده 36 أصبع بتنتقل الحركة حسب الميوزيك فايل بتنتقل سيجنالز وان تو ثري مع سبيد معينة للحركة على البيانو يركز المعرض هذا العام على أربعة قطاعات مهمة هي المدن الذكية والواقع المعزز والافتراضي وانترنت الأشياء والتصنع الذكي كما سيعرض المدن الذكية الأكثر تقدما على مستوى العالم التي تستخدم تقنية الجيل الجديد في البنية التحتية جمال عرب الأخبار الآن دبي غاب المدرب السعودي عن دور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولكن حضر وبقوة من منتخب الشباب السعودي فحقق انتصارات في بطولة كأس آسيا وتصدر المجموعة الرابعة برسيد ست نقاط بعد أن حقق انتصارا مستحقا على المنتخب الصيني أخبر الآن بحثات عن نماذج من المدربين السعوديين الذين يعملون على تأسيس البئات السنية مدرب الرياضي سخر نفسه لتعليم أساسيات كرة القدم يعمل معلما للتربية الرياضية في الصباح وإذا حل المساء صب خبرات السنين لتعليم النشئ الجديد مهارات وأساسيات كرة القدم بأحدث الطرق المبتكرة للتدريب بدأت في عام 1430 تدريب في نادي الشباب في مرحلة البراعم بعد ذلك تجاه التدريب في نادي النصر بعد ذلك تجاه التدريب في نادي البطين والآن مدرب في الأكاديمية الأوروبية طبعا هدفنا الأول وهو إعداد جيل يكون على أعلى مستوى من من التدريب حتى بإذن الله تعالى ينفع أول شيء بلده وبإذن الله تعالى إذا الله كفق وكتب الأحد الأندية يكون شيء رافض أساسي للمتخب السعودي بإذن الله تعالى تنوع التدريبات هذا المدرب بتنوع خبراته المختلفة ونظراته على أبنائه المتدربين نظراته توزيع المهام والإمكانات حتى يضع كل متدرب في خانته المناسبة لينطلق لعالم كرة القدم طبعا نمشي على برنامج محدد ودقيق جدا من ناحية لهو الإعداد المهاري والإعداد البدني وكذلك الإعداد الخططي حتى بإذن الله تعالى الطالب عندنا أو اللاعب عندنا يخرج وقد حصل على كمية هائلة من المعلومات التي بإذن الله تعالى تفيد في حياته وبإذن الله تعالى إذا استمر وطور نفسه بإذن الله تعالى نتوقع أنه يوصل بإذن الله إلى المتخب السعودي أكبر الإنجازات التي حققها ويعبر عنها بكل فخر إنما يتحدث عن نجوم تخرج على يديه وانضموا لأندية كبيرة فأصبح هذا التعب والإجهاد مجرد ذكرى عابرة مع نجاح أبنائه اللاعبين أنا بالنسبة لي كمعلم تربة رضية خرج على يدي لعيبة كثير والله الحمد سواء كان في أندية أو حتى الآن ممثلين لمتخب السعودي أنا أذكر على سبيل الحصر يعني اللاعب سلمان الفرج اللاعب عبدالله الخيبري اللاعب نادي الشباب اللاعب المنتخب المدرب السعودي يحتاج فقط إلى أن يعطى الفرصة والثقة فهو يملك الخبرة والدراسة الأكاديمية التي تمنحه ذلك عندنا هنا مجموعة في الأكاديمية من المدربين الوطنيين الكفاء اللي حاصلين على شهادات الـ D والـ C والـ B من ضمنهم الكابتن زكي اللي يعتبر من المدربين المتميزين سواء في الأكاديمية أو حتى في مشاركاته الخارجية حتى على مستوى إدارة ونطقة الرياضة التعليمية هو دائما ما يكون حاضر ودائما ما يكون مشارك مع المجموعة فالكابتن زكي استفادوا منه بعض المدربين وكثير من المشاركين عندنا في الأكاديمية رؤية المملكة عشرين ثلاثين جاء في أهدافها فيما يخص الرياضة تطوير الرياضة السعودية والقفز بها لمصاف الدول العالمية وزيادة أعداد مبارس الرياضة في المملكة الاستثمار الحقيقي هو تعليم هؤلاء النشأ أساسيات ومبادئ كرة القدم حتى يتقنها بشكل صحيح لأخباري الآن عبدالله القري الرياض من هذا المرآب بدأت القصة فهنا تحديدا وعلى بعد أمطار من مقر منظمة حضر الأسلحة الكيميائية في لهاي كانت تقف سيارة محشوة بالمعدات الإلكترونية لقرصنة بيانات المنظمة أربعة عملاء روس وصلوا إلى هولندا بداية تشرين الثاني الفائت وأقاموا في فندق الماريوت القريب من مبنى المنظمة حيث كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم إلكتروني هو الأكبر من نوعه على منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة قبل أن تقوم السلطات الهولندية بإحباط هذه العملية وترد الجواسيس كما وصفتهم إحباط هذه المحاولة وترد العملاء جاء بالتزامن مع التحقيق الذي تجريه منظمة حضر الأسلحة بشأن تسمم الجسوسة الروسية الأسبق سيرجيس كريبال في لندن وفي هجوم كيميائي مفترض في منطقة دومة السورية فكيف حصلت العملية من الناحية التقنية يجيب خبير الأمن السيبراني ريكي جيفرس لا نعلم ما حدث هنا لكن المنظر الروسية المتحدة قالوا أن الروسيين تستخدموا تقنية نوعية تقنية وكانوا أيضا تستخدموا واي-فاي ومع ذلك تستخدموا واي-فاي ومع ذلك تستخدمة واي-فاي ويشرح أن في هذا النوع من العمليات يجب أن يبقى المقرصن فيها قريبا من الشبكة التي يريد الاتصال بها ومن جهته تحدث الباحث والمختصف الأمن السيبراني سيكو باندرمير عن طرق القرصنة التي تعتمدها روسيا مانا للقرصنة النظر ورقصنة المتحدة باندرمير وفاتحة الأكل مختلفة وأيضا لأنه يريد الروسية يستخدم من تلك مقرافات على باندر المداني ون عندي على مستخدم المداني لكن فقط أجلسات جميلة جميلة مع المنطقة لذلك المنطقة لا يمكن أن تخطي أي شيء لكن لو تتحدث مع أجلسات سيبر وعلى أجلسات التعليمية فهم متأكدون أنه يأتي من الفدراني روسي وأن هناك ملحات ملحات بين المنطقة والمعارض ليست سوى مسألة وقت قبل أن تعرض لعملية خطيرة تكون عواقبها وخيمة على الاتحاد الأوروبي هذه الجملة تلخص مضمونة مسعى ثمانية دول في الاتحاد الأوروبي للتغطي على الاتحاد وإقرار عقوبات مشددة على مرتكبية الهجمات الإلكترونية فهل ستكون كافية لردع روسيا عن عمليات القرصنة؟ أعتقد أن هذه المنطقة قد توقف الاتحاد الأوروبي ولكنه يجب أن تقلق على ما يوجد هذه المنطقة وعلى أجلسات وعلى أجلساتهم وعلى أجلساتهم لذلك يجب أن تقلق الأجلسات حقاً لكي أجلسات القرصنة ما نرى الآن هو أن رسيا لا تقلق أي شيء في الاتحاد الأوروبي لذلك يجب أن تقلق الأجلسات لكي يجب أن تقلق الأجلسات ومن النحية التقلية هل تأكد لهولندا تورط روسيا بالعملية؟ من المتائج لأن تقلق الأجلسات يجب أن تقلق الأجلسات ويجب أن تكون صحيحًا بسيطة وثيبا ويجب أن ي Lulu رأخب في طفل الشيء ويجب أن تحصلوا 100% لأن هذه المنطقة قد تصحوا نعمل وحصلوا إلى هذا الحديث وذلك هنا أجلسات يدفعواه من قبل وقاموا عن مجلسات المنطقة وذلك يحتويق تقلق المنطقة فيهولا العملية وحصلوا مع مجلسات مجلسات يتقلق الأجلسات تقلق الأجلسات كانت ما نحصل على الإجتماع الخاص بها ينشأ أن نحصل على الكرية ورسيا على عقلية عاقلية عاملية عاملية في سيريا ويقع المشاكل المشاكل في المتابعه التي يتبعون تهافت في المتابعه ماهي لن تصرير الجهب على تحرك القناة لم تكن ما جاءتهم ، ما وجاءتهم ما كانوا مجتمعهم ولكن إذا ترى أن هناك تنشيات عن الإستخبارات العسكرية الروسية يمكن أن يكون جيداً للمشاهدون ما يحدث مع هذه الإستخبارات يذكر أن الحكومة البريطانية اتهمت في الرابع من تشرين الأول أكتوبر الاستخبارات العسكرية الروسية وبأمر مباشر من الكريملين على حد قولها بالوقوف وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية وبعد ساعات قليلة انضمت أستراليا إلى بريطانيا في اتهامها لأجهزة الاستخبارات الروسية ثم أعلنت كندا استهدافها بهجمات معلوماتية مرجحة أن ذراع الاستخبارات الروسية وراءها وقد انضمت ألمانيا إلى الدول المنددة بالحملة العالمية للقرصنة التي تقودها الاستخبارات الروسية كما أعربت باريس عن تضمونها الكامل مع حلفائها ومع المنظمات معتبرة أن الوقائع المذكورة خاطرة ومقلقة